اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أخماش عن تمثيل المغرب أنا مغربي وتقافتي وجدوري من هذا البلد والأمر لم يتطلب مني تفكيرا طويلا عبر إليس أخماش لعب فياريال الإسباني عن سعادته بتمثيل منتخب المغربي لأقل من 23 سنة بعدما شارك مؤخرا رفقة الفريق الوطني في المعسكر التدريب استهداد لخوض الأولمبياد باريس 2024 وقلأ أخماش في مقابلة مع صحيفة ريفيل الإسبانية في النهاية أنا مغربي تقافتي جدوري كل شيء من المغرب كان علي أن أتخذ القرار وبالنسبة لهكذا قرارات يجب أن تكون نابحة من الداخل وأضاف هذا لا يعني أنني لست ممتنا لما فعله منتخب إسبانيا من أجلي ولجميع المدربين الذين قادوني في تلك التجربة قبل أن يواصلهم استطردا لكن القرارات يجب أن يتم الحسم في شأنها وهذا قرار الخاص الذي اتخذته بمفردي وزاد اللاعب في ذلك الوقت كنت أفكر فقط في التواجد مع المنتخب الإسباني وليس ما يمكن أن يحدث في غضون شهر أو إثنين لكن الوقت يمر وكان عليه الحسم اللاعب لمنتخب على حساب الآخر مرتبط بالشعور لأنه شيء سيضل معك طيلة مستقبلك وأنا أردت اللاعب للمغرب وعن استقباله في المغرب قال أخو ماش بصراحة تعاملوا معي بشكل جيد وكانوا سعداء باختيار اللاعب للمنتخب لقد كان قرارا واضحا بالنسبة لي وكما يعلم من يحيطن بي كان الأمر سهلا لأن ذلك لم يتطلب مني تفكيرا طويلا كان كل شيء واضح والأمور صارت كما رغبنا وتدرج اللاعب فياريال ضمن الفئات السنية لمنتخب اللاروخة قبل أن يختار في الأخيرة الدفاع عن قميس المنتخب الوطني المغربي عاجل آدم أزنو نجم باير مينيخ يستمر جراغي ويقدم شرطا كبيرا له لتمثيل المنتخب المغربي أكد موقع وينوين أن آدم أزنو نجم فريق باير مينيخ الألمانية شعر بالكثير من الظلم عندما استبعده الموديل الفني الساعد شيبة من القائمة التي شاركت في نهائية كأس العالم الماضي في أندونيسيا ووضح ذات المصدر أن نجم باير مينيخ تأثر نفسيا بعدما كان يأمل في التألق مع منتخب المغرب وتكرر الإنجاز الذي حققه منتخب الكبار في نهائية كأس العالم بقطر قبل أن يجد نفسه خارج قائمة منتخب الشباب بقرار فني من المدرب ساعد شيبا وهو ما جعل اللاعب يسارع إلى حد فيما يؤكد أنه لاعب للمنتخب المغربي في حسابتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي حيث حدف جميع صوره بقميس المنتخب المغربي وهي الفرصة التي رأها الاتحاد الإسباني مواتية بحكم أن اللاعب يحمل الجنسية الإسبانية كذلك وسبق له رفض دعوة من المنتخب الإسباني حيث فضل المغرب على إسبانيا وفي ذات السياق أكدت مصادر أن آدم أزنو رغم أنه حدف صوره مع المنتخب المغربي إلا أنه لا يزال يراب في تمثيل المنتخب لكنه يرهن على استدعائه مع المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبي القادمة وأكد أنه في حال عدم استدعاء أزنو إلى المنتخب الأولمبي قد يجد اللاعب نفسه مضطرا إلى تحويل مؤشر بوصلته الدولي صوب الاتحاد الإسباني وسيتجاوب مع طلباته للدفاع عن قميس الأرخاء وهو ما يضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام لعب الورقة الأخيرة وتوجه الدعوة إلى ناجم باير مينيخ للمشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي كما أن آدم أزنو قد يكون حلا أيضا للمنتخب المغربي الأول وليس الأولمبي فقط حيث يواجه منتخب المغرب مجموعة من المشاكل في الخيارات الفنية على صعيد الجهة اليسرى الأمر الذي صعب من مهمة وليد ريجراجي وطاقمه الفني المساعد في المباريات التي خضها في كأس أمم أفريقيا وقد يكون آدم أزنو الحل المناسب في الجهة اليسرى لخط دفاع المنتخب المغربي المنتخب المغربي يواجه نظره المالي وديا شهر مارس المقبل ذكرت تقرار إخباري أن المنتخب المغربي سيواجه نظره المالي وديا شهر مارس المقبل إن شاء الله استعداد للاستحقاقات المقبلة وأشار موقع ليجل دو مالي إلى أن المواجهة الودية بين المغرب ومالي ستلعب على أرضية ملعب السادس والعشر من مارس في مدينة باماكو يذكرون المنتخب المغربي أقصي من ثمن نهاي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد هزيمته أمام جنب أفريقيا بهدفين نظيفين ثلاث تحديات متيرة تنتظر المنتخب المغربي يعود المنتخب المغربي لأجواء المنافسات مرة أخرى خلال شهر مارس المقبل عندما يخوض مباراتين وديتين استعداد لتصفية كأس العالم 2026 ويسعى وليد راقراكي لاستغلال فترة التوقف الدولة المقبل من أجل التغلب على بعض النقاط الضعف التي ظهرت في كأس أمم أفريقيا ونرصد لكم ثلاث أمور يجب التوقف عندها كثيرا في المنتخب المغربي أولها طريقة اللاعب حيث تؤكد كل المؤشيرات أن المدرب وليد راقراكي سيجري تغييرات على طريقة لعب منتخب المغرب في الفترة المقبلة بهدف إيجاد حلول تكتيكية جديدة وأصبح المغرب كتابا مفتوحا لمنافسها الذين أصبحوا يركزون على غلق المنافذ على الطرفين بشكل خاص وهو ما جعله يجد صعوبات في خلق فرص سانحة للتسجيل كما عانى منتخب أصود الأطلس من حالة من عدم الاستقرار في مركز الضهير الأيصر في الفترة الأخيرة بالسبب لعنة الإصابات واعتمد وليد راقراكي على لاعبين في هذا المنصب خلال نهائية جأس أمم أفريقيا الأخيرة وهم محمد الشيبي ويحيى عطية الله ونصير مزراوي ومن المرجح أن يختار مدرب المغرب تثبيت يحيى عطية الله في مركز الضهير الأيصر مع تكليف نصير مزراوي بمهام جديدة سواء في محوير الدفاع أو خط الوسط كما وجد منتخب المغرب مشاكل كبيرة في مركز الجنع خلال نهاياتي الكان بالسبب لعنة الإصابات التي طالت أبرز نجومي في هذا الخط وغابت تنائي حاكم زياش وصفيا بوفال عن المباراة الهامة أمام جنوب أفريقيا في توموري نهائي كما لم يشارك زكري أبو خلال في البطولة بالسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع فريق تولز الفرنسية على مستوى ركبته في بداية الموسم ويسعى وليد راقراكي ليقنع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد بحمل قميس أصود الأطلس في الفترة المقبلة وهي مهمة لن تكون سهلة في ظل تألق الله بشكل لافت في المباراة الأخيرة لفريقها هذه أبرز العناوين أخو ماش عن تمثيل المغرب أنا مغربي وتقفتي وجدوري من هذا البلد والأمر لم يتطلب مني تفكيرا طويلا عاجل أدم أزنون نجم باير مينيخ يصطم الرغرينكي ويقدم شرطا كبير له لتمثيل المنتخب المغربي المنتخب المغربي يواجه نظره المالي وديا شهر مارس المقبل اشتركوا في القناة